مرحبا عزيزا متابعي قناة بلين بعيون عربية هذا الفيديو حصل لقناة بلين بعيون عربية اي محاولة اخذه بدون موافقتي او اخذ المعلومات مالتا وعادة نشر او لصق فاني احاسبه امام الله لانه هذا التعب ثمرت جهد سنين واحنا كلها نروح نقرأ ونتعب واللي يجي اخذه على الحاضر فاني احاسبه امام الله فياخذ الحقوق من عندي بعدين يروح يبثه بكيفه ذاك الوقت انا حاضر مرحبا انا الدكتور خادد ديوشي طبيب اسنان عراقي مهاجر من العراق الى المانيا وحاليا مقيم في برلين وهذه قناتي برلين بعيون عربية مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والحياة العامة في برلين وايجاد حلول للمشاكل وردني سؤال من احد المتابعين هل بالامكان انه احذف الحساب مالتي وبنفس اليوم اعمل حساب ثاني بنفس الرقم فالصراحة هذا السؤال مخاطر على بال احد فقررت انه اطبق على الهواتف مالتي فمثل ما احنا الادوية قبل ما تنزل للأسواق لازم تطبق على المرضى انا نفس الشي اطبق على الاجهزة يلا ابث الحلول مالتها فاليوم عملت هذا الحل طبعا في البداية انا يعني احب استكشف انه ش راح يصير هل راح يقبل او ما راح يقبل فوجدت لكم حلول لمحاولات كثيرة خاطئة خلال خمس او عشر دقائق ايضا فلهذا هذا الفيديو كلش حصري اتمنى فقط انه دائما تتابعون فيديوهاتي فيديوهاتي بيها معلومات كلش مهمة ممكن تفيدكم ايضا تستفادوا من ادها لانه بعض الاحيان اذا انت اعطيت هاتفك الصديقك او الصديقتك ممكن تتجسس عليكي ممكن تفتح الحساب مالتكي نفسه عندها وانتي متعرفين فهذا الفيديو كلش حصري ممكن تحتفين الحساب مالتكي وتخلصين من عنده وتعملين حسابه بنفس الرقم بدون مؤحد يعرف انت عندك حساب خلوني اشرح لكم من داخل التطبيق يفرح احذف الحساب نهائيا وعذرا لانه صوتي تعبا لانه مصاب حاليا بكورونا خليني اشرح لكم من داخل التطبيق اذا متى ما تشاهدون حضراتكم هذا حسابي ما التجارب راح ادخل عليه هنا الدكتور خالد العراقي وهذا الرقم راح اخذ له صورة حتى تتأكدون هنا هذه الصورة راح احنا اللي نعمله انه راح نحذف هذا الحساب ونرجع نحاول نسجل بنفسه راح يقبل ما يقبل ما عندي اي معلومة خلي هاليوم جاني هذا السؤال وحاولت انه القي لكم حل فخلوني وياكم اول شي راح تدخل هنا على الاجهزة اللي انصح كل الناس اللي يخافون ان واحد يروحون عد مثلا عد مصلح او اي شخص ياخذ هاتفكم خلال ثواني يقدر يربطها بجواله واني شارحها فانت تخليها هنا انهاء الجلسات القديمة اذا لم تكن نشط خلال اسبوع خلوه يعني اي من هذولة خلال اسبوع راح ينتهون ويروحون تمام اذا انت ما دخلت واتفاعلت وياه هسا كيف راح نحذفه راح نروح على الخصوصية والامان نشوف موجودة او لا فرح ادخل على الحذف التلقائي بالخصوصية والامان انزل الى الاسفل الحذف التلقائي طبعا هذا حساب تجارب مرة ثانية هذا واحد شهر هذا ثلاثة شهر هذا ستة وهذه سنة اذا ما اتفاعلت وما كنت فاتح خلال الشهر راح ينحذف خلال ثلاثة شهر خلال سنة لكن السؤال وصلني هل راح اقدر احذفه اليوم وبنفس الوقت اعمل الحساب بنفس الرقم فخلني انحاول فهنا عملت دريد اكاونت نو طبعا انا مثل ما شفته سجلت الحساب والاسم حتى اعمل غير اسم اشوف يقبل او لا فهنا انطاني خيارات تبدل الرقم ضيف حساب ثاني العب بالخصوصية حولها فانت هذولا غير الباسورد فكل شي دا ينطيك خيارات حتى لا تحذف الحساب لانه بالنسبة اليهم حذف الحساب يعني واحد من المتابعين راحوا وتليغرام كلش شركة ذكية انه ما تريد حتى الواحد يروح فاعمل دليت ماي اكاونت فهنا اه كمباك ليتر راح ترجع بالنهاية او لا فاني اقول لا اه كونتينيو كمباك ليتر كونتينيو كمباك ليتر انه ممكن الرسائل راح تبقى او شي فاني ما اريد بينما اذا حذفت اعمل دليت كل شي راح يروح فاني اكبل دليت فهنا لازم ادخل الرقم اللي موجود حتى توصلك عليه رسالة ادخل هذا الرقم عفوا فاعمل كونتينيو فهنا دليت ماي اكاونت فاتشاهدون الان انهذف احسابي تمام الان راح حاول بنفس الرقم اعمل حساب ثاني فادخل هنا راح اجيب الرقم هذا نفسه هذا مالتي واعمل التالي طلعت لي محاولات كثيرة خاطئة فاللي راح اعمله انه احاول افك المحاولات الكثيرة الخاطئة واشوف هل اكتر اعمل حساب ثاني او لا حتى احاول اتغلب على محاولات كثيرة خاطئة راح اغير اللغة الى اللغة الانجليزية واحدف التليغرام حتى الشركة ما تعرفه اطفي طبعا الهاتف لمدد 10 دقائق وارجع اشوف فازالت التطبيق حذف التطبيق حذف والان راح اغير اللغة ادخل على الاعدادات تدخلون هنا عام لغة اجيه اللغة العربية احاولها الى الالمانية وطبعا من احاولها راح يطفي الهاتف فلهذا راح اطفي وارجع اكمل لكم الان تقريبا بعد 10 دقائق الى ربع ساعة دخلت على التليغرام باللغة الالمانية والجهاز كله باللغة الالمانية سمح لي انه ادخل والشي الثاني انه كبست على فيتر وشوفو انطاني انه دخل التليغرام فمحاولات كثيرة خاطئة راحت يعني خلال 10 دقائق راحت فقط حولنا اللغة براها راح اكبس على فيتر دزلي الرقم او اه رسالة فيقول اذا شوفو مطولت تقريبا 10 دقائق فاني الاتصال انا كن نزعته فاريد رسالة راح يتزولي رسالة بعد دقيقتين و 30 ثانية فهنا انا قلت له كود بير اس ام اس فاروح على الخيارات جاني اس ام اس شوفو جاني اتصال فهذا الكود شوفو دخل اثنين اثنين ستة واحد واحد ستة اثنين ستة واحد فارجع اثبته اثنين اثنين ستة ستة واحد الان حط الاسم اللي انت تريده مثلا راح احط اني مثلا بالالماني كالد هناك كان مثل تنسو خالد خالد هنا جيرماني يعني المانيا ومثل ما قلت هذا حساب تجارب هنا تقدر تخلي صورة تقدر تاخد صورة هنا الان بعد ما اختاريت صورة بس بالاعلى على فيتر الان اتسجل الحساب بهذا الرقم القديم مالتي نفسه بس حساب جديد فاني ظليت انتظر الصراحة ظل مثل ما تشاهدون يبقى ينتظر فاللي عملت كل عادة خرجت من التطبيق ورجعت دخلت خلني من البداية على الاول ارسلي الكود ايضا وراح تشاهدون قدامكم بعد ما خرجت من التليجرام رجعت دخلت عليه عادة للخطوات كلها من البداية ووصلت الى الكود باوع وبس خليت الكود دخلني انه الحساب مالتي صار باسم خالد جيرماني ومثل ما تشاهدون قدامكم تمطي كلها اللوب 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 يعني السماح 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 فدخلت الان هذا حسابي الجديد للتجارب خالد جيرماني هذه الطريقة جدا حصرية اتمنى تستفادون من ادها لا تنسون دعم قناتي باشتراكوا لايك وتفعلون زر الاشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي شوفوا كل الاحساب جديد ما في اي اصدقاء تقدر تلغيهم لي قدام من الصداقة ما تخلي ولا صديق تبقى بكيفك تحب الاصدقاء نفسهم اتمنى استفاديتوا مرة ثانية لا تنسون دعم قناتي باشتراكوا لايك وتفعلون زر الاشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار كتبوه بالرسائل الآن حاضر وشكرا للجميع مع ألف سلامة